اشتركوا في القناة وعشان تقدر تعمل كده انت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض انك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي ان ده يتحقق معاك امين ارحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من مدرسة المسيح انا وانت مدعوين كلنا ان نكون تلاميذ للسيد الوعد اللي لنا في الشعياء وان كل شعب الرب يكون تلاميذ للمسيح كل شعبك تلاميذ للرب فدي مش دعوة خاصة لواحد او اتنين الكنيسة الاولى كانت كنيسة تلاميذ للمسيح الرسل الذين بدأوا كتلاميذ للمسيح بقوا حتى اخر يوم في حياتهم تلاميذ للمسيح تلميذ مش معناه مجرد اسمع واكتب واحفظ واذاكر وامتحن تلميذ معناه اتعلم والتعلم فاهم اقتناع ادراك وعيشها فاتغير فاكون صورة طبق الاصل من المعلم ومن السيد في رحلتنا في المدرسة دي وصلنا لغاية ما نسميه صلاة نقاء القلب الصلاة اللي فيها بدي الفرصة ربنا انه قلبا نقيا يخلق فيها عشان اقدر اعاين الله عشان اقدر استمتع بالشركة اللي بنتكلم عنها تحت عنوان الخلوة الشخصية عشان ارىه واسمعه عشان اقدر اوجد في حضرته عشان اقدر اشبع عشان اقدر امارس هذه العلاقة الحميمة اللي بيني وبين ربنا تكلمنا عن ايه القلب النقي الذي لا يحتفظ بالخطية والغير منقسم في معرفة الله وتكلمنا عن اهمية كده اللعبة الشهيرة جدا اللي لغاية دلوقتي حضرتكو كلكو ارفنين منها لكنها كويس او انها نقرف من الخطية ده يبقى مطلوب واكثر من المطلوب تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن احتمالات الخطية المحتفظ بيها وقلنا الاحتمال الاول تجاه الله في احتمالين تجاه الله اللي سمعها الخطية وقلنا الاحتمال التاني تجاه الناس اللي هي الاس وكل اسم هو ايه برضو هو خطية تجاه الله قلنا فيه تلات احتمالات لو تساعدوني الاحتمال الاول كان محبة غريبة ان الله مش المحبة الاولى عندنا ايات كثيرة اوي انا رب الهك لا يكن لك اليها رخ مامي تحب رب الهك من كل قلبك ان احب احد ابا ام من اكثر مني فلا يستحقني يا سمعاني نيونة أتحبني أكثر هنالقاية كثيرة بتقولي الحكاية دي فأي محبة غريبة بتاخد مكان ربنا في قلبي بتخلي هذا القلب قلب منقص الاحتمال التاني إن ربنا طلب مني حاجة أعملها وأنا مش عاجباني فروحت الناحية للشمال الاحتمال التالت في حاجة غلط مش شرط خطية لكن حاجة غلط ممكن تبقى خطية وممكن تبقى حاجة غلط أنا محتفظ بيها كأسلوب حياة كعلاقة كأحلام كأماني موجودة جوايا وده مش حلم ربنا لحياتي وربنا بيقولي سيب الحاجة ديت خلينا أحكي قصة هنا قبلت فتاة نشأت في أسرة مؤمنة وناس حلوين وبيحبوا ربنا جدا وهي مش عايزة وتروح مؤتمر وتسلم حياتها لكن ما بتكملش مع ربنا وبعين قعدت قاعدة قلت لها احكيلي الحكاية قلت لها في صراحة كده خلينا أقولي لك من الآخر أسأنا حلم حياتي أني أبقى سعاد حسني هي أمورة وتشبه سعاد حسني فعلا فمن طفولتها الناس يزرقلوا له الحكاية دي فبقى حلم حياتها أبقى سعاد حسني رقم اتنين وهذا الحلم في الحياة لا يتطفق كثير جدا مع اللي أنتوا عايزين أنني أعيش ودوت فأنا من أجل هذا الحلم مش قادرة أعيش مع ربنا المرات كدير أحلام غريبة تبقى عندي في حياتي تمنعني أني أكون تلميز المسيطة تمنعني أني يكون عندي قلب النقي لما تخلت عن حلمها دوت أعرف أن تعيش مع المسيح أعرف أن تعيش مع المسيح النهاردة هنتكلم عن الجزء التاني والأصعب تخيلوا الجزء الأصعب تجاه الآخرين وزي ما قلنا في ثلاث احتمالات هنا وفي ثلاث احتمالات ايه النحية التانية قبل ما نتفرج على الفيديو بتاعنا المرة دي لأنه جميل جداً وحقدم لنا الاحتمال الأول المهم عايز أحكي موقف شخصي ابتديت الدراسة ديت وقلت أنه من زمان طويل قوي وانا شاب صغير قبل كل ده ما يبيض وقبل ما تجوز قريت كتاب من الكتب اللي غيرت مجرح حياتي والكتاب ده كان عن الموضوع المتكلم فيه ده القلب النقي وليتحداني في الكتاب دوت جزء بيقول كده بيقول كل حاجز بينك وبين إنسان هو بينك وبين الله قلت يا نهرب يد لو جمعت الحواجز اللي بيني وبين الناس حتبقى حيطة يمكن أكبر من سور الصين العظيم بس قعد تفكر هو ده صحيح صحيح لأن كل اسم هو ايه فاهميني كويس قوي فهزينا أخد الحتة دي جدية جدا الحواجز اللي احتفظنا بيها بيننا وبين الناس البقع السودة اللي سبناها في مرايتنا بيننا وبين الناس هي موجودة بيني وبين مين بيني وبين ربنا هي موجودة بيني وبين ربنا خلينا أدعوكو لمشاهدة اللقطة الدراما ديت احنا بتراني نضيف دراما زي ما انتم شايفين عشان خاطر بتوضح الصورة أكتر فاكرين أوف صح؟ فاكرين أوف أوكي خلينا نشوف اللقطة ديت وبعد نرجع نتكلم عن اتجاه الآخرين الاحتمال الأول هو مكتست المسيح مكتست المسيح يا رب يا رب أنا بشكرك اني أخدت الفلوس دي ومن فضلك سامحلي واغفرلي اني أخدت الفلوس دي بس انت عارف أنا أخدت الفلوس دي ليه؟ أخدت عشان أجيب علاج لطون ساميرا انت عارف قد ايه هي محتاجة للعلاج يا رب من فضلك سامحلي واغفرلي أنا مضطر أسيبك دلوقتي عشان أروح أجيب علاج لطون ساميرا أمين مكتست المسيح ايه رايكم في المشهد دا؟ اني أخد حاجة مش من حقي عشان سبب نبيل اني أنا سرقت عربية وبعدين سلمت حيات المسيح وقالت يا رب أقدس هذه العربية للخدمة وأكرسها باسم يسوع المسيح لخدمة القديسين وللقوافل ولل ايه رايكم؟ طيب نارى جزء من الكتاب الاحتمال الأول تجاه الآخرين هو هل أخطأت في حق أحد من الناس ولم ترد له المسلوب؟ بيقول ليه كتاب في المعوز على الجبل اللي بتكلم فيها عن طوبة لنقياء القلب في متة خمسة ثلاثة عشرين اربعة عشرين انقدمت قربانك إلى المذبح يعني رايح تصلي هون وراح بقى تحدم الشكر والتزبيح مش كده؟ على المذبح مظبوط انقدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت ان لأخيك شيئا عليك واخد منه حاجة وعملت ايه؟ وما رجعتهاش هنقول لي ايه احتمالات الحاجة دي؟ هنا واضحة ما استأذنتش انا يعني انا ان اخطأت ان تذكرت ان لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا استلح مع اخيك رد المسلوب رجع اللي عليك وتعالى قدم قربانك واضحة؟ واضحة؟ انا اهنتك بقى روحت ربانك سامحني يا رب سامحني انا غلطت في حقه سامحني رباني يقول ايه؟ روح تزير له روح رجع اللي ايه؟ اللي عليك روح رجع له الكرامة اللي انت ايه؟ خدتها انا خدت منه حاجة زي المشهد ده مش بنحق استخدم ديه في اي حاجة تانية لازم اعمل ايه؟ رجعها لصاحبها ولا طول ما الحاجة دي معايا انا محتفظ بايه جوايا؟ خطيئة انا محتفظ بحاجة غلط اقدر ارجعها انا اقدر اعمل ايه؟ انا اقدر ارجعها انا اتكلمت على حد من وراءه وشوهته سورته انا اتكلمت على حد من وراءه وشوهته سورته سامحني يا رب سامحني مكانش لازم وده كان نميمة والنميمة غلط هي غلط سامحني يا رب سامحني بس المعلومة اللي انا قلتها عنه دي اللي شوهت صورته دي تلازلت موجودة اروه اعمل ايه اروه اقول له سوري انا تكلمت عليك يبقى انا بغلط مرتين والا اروح للناس وقول لهم سوري اللي انا قلته ده ده انسوه خالص انا غلطان انا رحت لواحد وقلت له معلومة عني او عن حد تاني غلط فانا اديت معلومة غلط انا بالعربي كدبت كدبت سمحني يا رب كدب يروح النار سمحني يا رب سمحني سمحني يا رب هيقول لي ايه روح للشخص وقول له انا كدبت ممكن يبقى من حقك تقول حقيقة فتقول الحقيقة او ممكن تقول سوري مش من حقيق وللحقيقة لانا هتخص حد تاني فانا اسف مش هقدر اقول لك الحقيقة بس اللي انا قلته ده مش حقيقي اللي بيني ونربنا هخلصو بيني ونربنا ده التلاتة الاوانين صح روح ناوه روح ناوه سيب الحاجة دي يا سيب الحاجة دي فيه محبة غريبة في حياتي باشيلها صح كنا اللي بيني ونربنا ده بيني ونربنا اللي بيني ونمن الناس لازم يتصلح بيني وبين ايه اذهب اولا اصطلح مع اخيك حينئذ تعالى قدم قربانك على المسبح سيب القربان على المسبح ما تاخدوش معاك انا مش رفضك بس شيل الحاجز اللي بينك وبين ايه وبين اخوك وان الحاجز ده حيفضل بيني وبين ايه وبينك موضوع قلب جده ما ديون لمين بايه وما رجعتوش كان عندي مكتبة كبيرة قوي في بيتنا وناس كتير بتجيلنا فيه سلاسل فضل منها كتاب كمية الكتب اللي الناس استلفتها وما رجعت هاذ اصطلح لحد تاني عشان تبنيه يعني هو قام بالتوزيع احنا بنيمي حاجات كتيرة قوي 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 بطيب خاطر زي عشان طانت كان تسمعه ايه طانت سميرة العيانة يا رب احنا ما عندناش الغاية تبرر الوسيرة عندنا ما عندناش غاية تبرر الوسيرة مش كلا الموضوع ده سعر اتنين الاحتمال التاني حد اخطأ في حقك وانت عملت ايه وانت لم تخفر له يبقى انت غلطت في حق حد وما رجعتلوش حد غلط في حقك وانت احتفظت جواك بلايه بعدم الغفران يبقى انت محتفظ جواك بايه برضو بخطيئة انت محتفظ جواك بخطيئة برضو في الموازع الجبل حنلاقي التلات دول موجودين في الموازع الجبل اللي بتكلم فيه عن نقاء القلب المسيح فلو بتكلم حاجة بيشرحها مش بيقولها كده وبيسمع لنا يعني كده انتو خمنوها لا لو بصينا في الجزء ده ان غفرتم للناس دلاتهم لا يخفر لكم ايضا ابوكم السماوي ان لم تخفروا للناس دلاتهم لا يخفر لكم ابوكم ايضا ذلاتكم ده ايه بقى ده احنا زمان لما تكلمنا عن الغفران قلنا الغفران سابق ولا لاحق للتوبة فاكرين ربنا بيخفر لي بعد لما بتوب ولا قبل ما بتوب قبل ما بتوب وكاد حكاية دي لما تكلمنا فيها انا توبتي بستلم بيها الغفران بس ربنا غفر لي من قبل ما ايه ما قبل توب مال ايه بقى الاية دي إن غفرتم للناس دلاتهم يخفر لكم أبوكم إن لم تخفروا للناس دلاتهم ده التعليق على الصلاة الربانية الصلاة الربانية فيها ست طلبات ست طلبات مسيح علق على طلبة واحدة منهم اخفر لنا ذنبنا لأن دي اللي فيها التعليم الجديد والغريب اللي يتعلق بالقلب النقي اللي قاله من شوية مزبوط فإذا أنا مديون لحد بحاجة لازم أرجع إذا حد غلطان في حقي وأنا مش مسامحه بيقول إيه بقى الآية دي بتقول إن عدم غفرانك لي حاجز يمنعك من استلام غفرانك لي أنا مخافر لك بس الحاجز ده في عدم غفرانك للناس يخليك مش قادر تستقبل غفراني ليك أنا مسامحك إذا أنت ما تبتش بتستلم الغفران ده أنا كتبتلك شيك إذا ما جيتش وخدت الشيك ده هتصرف الفلوس بس الشيك موجود كويس؟ بالضبط هنا كده أنا مسامحك غدم غفرانك للناس يمنعك من استلام غفراني ليك لأن الحاجز اللي بينك وبين الإنسان بيبقى حاجز بينك وإيه؟ وبيني أنا خلي بالك من القضية ديت هنتكلم باستفادة شديدة عن موضوع الغفران في شفاء النفس هنتكلم في قضية الغفران لأن دي قضية كبيرة جدا في قضايا العلاقات الإنسانية وفي شفاء النفس هنتكلم عن غفران الله ليا وعن غفراني النفسي وعن غفراني للآخرين وليه ربنا بيطلب مننا الغفران والمصلحة مين هذا الغفران وإزاي أقدر أخفر للذين يسئون إليه فحناخد يمكن حلقتين تلاتة كاملة عن موضوع الغفران لأنه موضوع كبير جدا 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 لكن هنا لضيق الوقت نقف عند القضية ديت عدم غفراني للآخرين بقعة سوداء عمياء في قلبي تمنعني أني أعين الله يمنعني أني أستمتع بغفران الله ليا خطيئة أحتفظ بها في قلبي ما تدينيش الحق أني أصلي وأقول قلبا نقيا أخلق فييا يا الله يبقى الاحتمال الأولاني أني ما ردتش المسلوب الاحتمال التاني أني ما غفرتش للذين يسئون إليه بالمناسبة لما بغفر لواحد أساء إليه هو اللي بيستفاد أو أنا أنا هو هيستفاد إيه أنا مش ربنا مش غفراني ليه يخلي ربنا يغفر له هو حينال غفران من الله لما هو يروح ياخده من ربنا مش كده فأنا ما بغفر للناس أنا اللي بخف أنا اللي بستريح أنا اللي بنضف الإزاز بتاعي عشان أعين الله عشان ارتاح تهيت الناس لأن لو أنا ما غفرتش لأخويا دوت هحتفظ بقلبي في إيه بغضب ومرارة وربما كراهية صح؟ بصوا الوباء بقى اللي بقى في قلبي بقى فيه كمية زبالة مهولة بقت فيه كراهية وبقى فيه مرارة وبقى فيه غضب جوايا زبالة تلت تلت بسقات محترمين جوايا والأخيرة ما عفنا على الآخر كراهية واللي بيبغد أخاه هو إيه؟ قاتل نفس غفراني بيخليه لأنا غضبان ولا أنا مر ولا بكراه بينظف قلبي الغفران بينظف نظافة 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 الاحتمال الثالث عشان نتخانق بقى مع بعضنا أصعب يبقى الأولاني مين لي عندي ما رجعتوش مين غلط في حقي ما غفرتوش الاحتمال الثالث مين أنا من الكده من من الباب للطاق ولا مش عارف إيه؟ بيقولوا مش قابلوا بدينوا بحكم عليه جبنا منين الفكرة ديت؟ جبناها برضو من المعيزة على الجبل تخيلوا الثلاثة دول معيزة على الجبل الآية دي مش معيزة على الجبل لكن اللي بعدها معيزة على الجبل بيقولوا إيه في رمية 14 أربعة من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يزبط أو يسقط لكنه سيزبط لأن الله قادر أن يسقط بأي حق بتدين أخوك؟ هو أنت قاضي؟ بصوا بقى دي في المعيزة على الجبل متى سبعة واحد لا تدينوا لكي لا تدانوا والمسيح يستخدم هنا مسأل جميل جدا يعبر عن الفكرة دي لأنكم بالكيل الذي به تكيلون يكالوا لكم يعني إيه؟ إيه حكاية الكيل دي؟ تعارفين زمان الموضوع مش موازين واو الأخ فالرز والمشعارفية والحاجات دي كلها بمكيال ففي مكيال كده اللي هو الكيل كده يعني زي فنتازة كده أو زي بتاع فبيملوها كده وبعدين بقى في فرق بقى تهزها وبقى أن تملاها وبقى أن تجبسها عشان كده أعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا فأيضا يعطونا في أحد فبناس بتستخدم نفس الفكرة دي ففي المكيال اللي بيقيسوا به والناس زمان مش دار بتتعامل بالفلوس فأنا أجيب أمح وإنت تديني رز أنا أجيب لك مش عارف إيه وتديني أو بالفلوس حتى بالمكيال المكيال تمنه كده واضح فبيقول المكيال اللي حتكيل بيه للناس ربنا حيكلك بيه فأنت حتكيل للناس بإنك أقامت نفس القاضية وتدين الآخرين مظبوط ربنا يعمل إيه هيدينك حترح من الآخرين ربنا يعمل إيه أنت بتختار المكيال فاللي حتستخدمه بينك وبين الناس هو اللي حتدينه ربنا عشر ربنا يستخدموا إيه بينك وبينه طوبة للرحماء لأنهم يرحمون فمكيال مكيال الرحمة فدي نفس الفكرة في الغفران وفي الدينونة في الغفران أنا رحت ربنا وطوله سامحني يا رب فاكريني العبد اللي رح لسيده وقال له فعاف عنه كان مديون بستين مليون وبعد أن طلع مسك العبد زميله وقال له ديني المية مديون بستين مليون وعاف عنه والعبد زميله مديون بمية قال له تديهمني ووديه السجن فأنا دهله قال له أنا سمحتك بالكتير يا خد من رصيدي وديله يا أخي خد من ستين مليون مية وديهم له فأنت قررت على العدل يبقى معاك العدل أنت قررت في الاختمار أنك أنت تبص على الناس كده ده ده متقيل ده ده مخفيف ده ده وفعه غلط ده مش نزلي من زور ده مش تعملوا عنه ده نص نص أنت بتعملوا عنه ده لعتي أنت بتصدر أحكام وبتنفذها لأن بترفضوا النازل من حياتك وبتدخل النازل من حياتك أنت أقامت نفسك قاضيا مين يدك الحق ومين يدك الحق ومين يدك الحق لا تدينوا لكي لا تدينوا افتكروا الفكرة اللي اتفقناها اللي بينك وبين الناس بيتحول أوتوماتيكي إلى بينك وبين مين ربنا احنا فصلين دينا عن بعض في الكنيسة مع ربنا هاللويا مجدن ومشعب ايه والتعزيق والبركة وبعطلع رحشابة في رعبة الجنبي يلا احنا فاهمينا غلط احنا فاهمينا غلط الاتنين دول عند ربنا ايه حاجة اللي بينك وبين الناس بيتحول أوتوماتيكي إلى بينك وبين ربنا وده يفسر حاجة كثيرة تحب رب لك وتحب قريبك كنفسك الاتنين حاجة واحد بهذا يكتمل النموس كل والانبياء فاهمين من قولي يا جماعة احنا مقلناش حاجة عكسة بعضها من ساعة ما ابتدينا من من ايه 150 حلقة جبا مفيش حقائق تتضارب مع بعضها ولا تبقى مش حقيقة حق حق مستقيم ماشي وكله راكب فيه لانه من ذات النوع من ذات الحقيقة لا تدينه لكي لا تدانه الحلقة الجاية هنتكلم عن ازاي نعملها ازاي بقى ازاي ننظف الازاز من الست احتمالات المختلفة ديت افتكر عندكم اسئلة كتيرة جدا في اللي فات وفي اللي جاي عشان خاطر لازم نهضم الستة دول لو انا خطط غلطت في حد وروحت قلت له سامحني انا غلطت فيك وغفرلي هل ربنا يغفر لنا ولا لا طيب هو انا روحت ربي قلت له سامحني وبعنى ربنا قال لي روح واعتذر له لا انا انا غلطت فيه اه انا غلطت في حق حد قلت له رب سامحني وروحت للشخص دي اعتذرت له ربنا مسامحني قبل ولا بعد ما انا لسه انا هو ما قبلش اعتذار اسألك بس هو ربنا بيسامحني قبل ولا بعد قبل انا بستلم الغفران لما بتوب خطب لكم فرق انا مش بتحنن على ربنا فيسامحني ربنا قلبه غافر لانه دفع التمن على الصليب تزبوط انا بستلم الغفران لما بروح قل له ربنا سامحني وبقول له صاحبي ده سامحني كويس طيب انا روحت لصاحبي ده وقلت له سامحني قدر عمل اي حال هنتكلم على التفاصيل عملها ازاي دي هتكلم بالتفاصيل هو ما رضيش يسامحني رباني يسامحني او لا ليه بالضبط كده انا عملت اللي عليا انا عملت اللي عليا هو مش عايز يخفر لي مشكلته هو هتكلم باسم الجيل بتاعي يعني الشباب وكده اه فضل اه يمكن سؤال يخص الحلقة اللي فاتت شوية ايوه حضرتك كل جملة انا استغربت منها ايوه يعني مش عايز هو ينفع اكون روش وينفع اكون تلميز المسيح يعني ولا عشان اكون تلميز المسيح لازم ابقى ماشي محترم قوي والرابط الاميس وبتاع وكده ماينفعش اكون وستو صحابي ومهيسين وكده ولا ايو مش فاهم سؤال جميل اوه هل هناك تناقض بين الروشنة والتلمزة ولا لا احنا ممكن نفتح فصل خالص خاص للروشين سؤال افتكر واقعي جدا ويناسب العصر بنعيش فيه الكلمة روش ليها معناين مختلفين كلمة روش معناها بقوا ساير العصر في الغلط وممكن كلمة روش معناها فاهم طبيعة العصر بس مش بقى سايروا في الغلط يعني ايه؟ يعني الموضة دلوقتي انه يبقى القميس البنطلون مقطع شوية جات بتارت تندسر الحمد لله الحكاية دي لكن جا وقت تروح تشتري بنطلون مش مقطع تلاقي ارخص من المقطع ليه؟ يقول لك احنا بدلنا مجقود عشان نقطعه فاللي مش مقطع بمية لكن اللي مقطع بميتين فالناس تدفع الميتين وتاخد البنطلون مقطع ليه؟ لانديل ايه؟ الروشان فلو الموضة البنطلون مقطع تلاقي انك تلبسهم ققطع وتدفع متين جنيه بدل مية لو انت تقدر تعمل كده لو ما تقدرش تعمل كده بليز اللي تشتري مش ايه؟ مش مقطعوا قطعوا شوية حامضه شوية بتاع ده وات ومموسه تقدر تقطعه وتوفر المية دي على اهلك يعني فيه شوية حاجات زي كده تقدر تشتري بمقطع قطعوا ده مظهر مش جوهر لكن الروشان مرات كتيرة بقت جوهر بسلوب حياة مش لبس فاهمني؟ يعني لازم ألبس قريب من العصر اللي نعيش فيه وإيه اللي حبقى كإني جاي من عصر آخر لازم أتكلم لغة العصر انا نهارده بكلمكم باللغة العربية الفوص حوالاتي هتفهم حاجة؟ مش هتفهم حاجة ولا أنا عدر أتكلمها حتى أنا نسيتها لأن دي مش لغة العصر فبتكلم لغة العصر بلبس قريب من العصر بتاعي لكن ما بحملش روح العصر المخالف الروح المسيح الفتخار والكبرياء تفهم قصدي؟ ودلوقتي عشان خاطر أبقى روش لازم أبقى ماشي ومعايا أرجيلة مبسم كده دي الشيشة يعني لازم لقى ونكركر عشان خاطر نبقى روشين والذي لا يكركر فهو آآ قديم وكل واحد ماشي بالمبسم بتاعه عشان نقل العدوى وحطضع في جيبه فالشيشة أبقى بها تلميذ المسيح؟ ولا عصر إلى الناس؟ المرات الموضة بترتفع بترتقي فيفضل الجيب تأسر لغاية لما يبقى ما فيش جيب خالص مثلا يعني لغاية فين حرفحها فهمتيني عايز أقول إيه؟ فأنا مش بتكلم عن أني أنا أبقى جاي من عصر آخر وبتكلم لغة غريبة أنا مش بتكلم على كده وأبقى لابس بتاعه كده اللي هو الواد النيرد دا اللي بيقوله عليه الواد المعقد اللي ماشي ومعاه سندوتشات مفتقة دا عارفينه؟ مش عارف بطلت الحكاية دي من زمان بس كان زمان عندنا سندوتشات المفتقة دي يروح بيها المدرسة فهمش بتكلم عن كده المسيح عاش ابن عصره مش غريب عن عصره لكن لم يشترك في أعمال الظلم غير المثمرة وأن نكون أنوار في العالم نضيق بينهم وإني لا في منظرنا ولا في أسلوب حياتنا نعصر أحد بالعكس نبقى جذبين لأن المسيح كان جذاب للخطاء فأنا عايز أكون جذاب للخطاء واضح فرق لو دي الروشانة موافق عليها موافق عليها لكن لو رشانة هي الاشتراك في عادات وتقاليد وأسلوب للحياة عشان أرضي الناس على حساب أني أعكس صورة المسيح مش موافق عليها فهمتني؟ أنا ملحوظة وسؤال ملحوظة بالنسبة للخطيئة الموجهة تجاه ربنا العسيان حالياً ربنا مش بيكلمنا مباشرةً يعني مش بس مع صوته كده ورعد وبروق أحياناً ربنا بيبعث لي رسالة عن طريق حد بسيط زميل لي مثلاً قاعد جنبي شادي أو أي حد فالحجة يعني أنه طالما ما هواش حد يعني مؤمن مش ملاك على قل مش لي قامة عالية روحية فأنا الحجة خلاص لا أكيد ده مش مؤمن وأنا مش هسمعه فدي ملحوظة أن احنا أحياناً بنتحقق عليها لأنه ممكن واحد قامة يطلب مني حاجة ومش ده اللي ربنا عايز يقوله لي وممكن حد صغير يطلب مني حاجة إحنا كأولاد لله أعطينا الحق أن نسمع صوته الله مش كده؟ بيقول خرافي تسمع صوتي ربنا بيوصل لي الصوت الزي ده مش مهم المهم لما بسمعه بيحصل إيه جواه في قلبيه شهادة الروح القدس بتقول لي ده أنا فقلبك مش الشادي أو الزور الرتبة هو الصوت الصوت الإلهي هو إيه؟ قلبك ضميرك اللي جواه هو اللي بيقول لي ده ربنا ده اللي يهمني مش مين اللي قيل لي ممكن ما حدش قال ليه ممكن وانا قعد مع ربنا وانا بقى رأى الكتاب بيقول لي حاجة واضح ومش قادر روح منها شمال ولا يمين وقبل ما غمض عناية وبص جواه اللي روح أخذ بيقول لي ده أنا ده أنا بكلمك فهمني؟ يمكن برضو مرتبط في علاقتي مع الآخرين هو بايد عن حجاج نفسية هل احنا تعلمنا في حيال الدفاع النفسي مثلا التلاتة المشهورين الإنكار الإسقاط الإغراق هل الإنسان يمارس الحيال دي بطريقة قهرية فميبقاش فعلا شايف أبقى أنا مثلا بأزي شادي فقولك لا لا خالص ده هو اللي بيطهدني ده هو بيغير مني جدا فهل أنا وأنا بقول كده؟ عشان أنت بنته هو ولا؟ مثلا أنا عارفة نوبة فهل فعلا ده حقيقي أنا ببقى واعية بس بهرب بالمشكلة ولا اللي عنده الإنكار أو الإسقاط ده ما بيبقاش واعي فصعب أنه يتجاوب يتجاوب مع عمل الروح القدس ويتبكت وينقي قلبه ده جميل جدا جدا وده اللي حنقوله المحاضرة الجاية إزاي أشوف اللي أنا مش شايفه بسبب الهروب ده أنواع الهروب المختلفة ده عشان كده الكتاب بيقول امتحني يا الله واعرف قلبي عشان أنا بعمل إيه؟ عشان أنا بدحك على روحي القلب أخضع من كل شيء وهو نجيد فأنا بدحك على روحي فأنا محتاج مين حد يساعدني ما تحكش على روحي ده اللي حنقوله الحلقة الجاية يعني السؤال ده رد عليه حلقة الجاية حنعمل إيه؟ إزاي ربنا يساعدني أني أشوف الحقيقة اللي أنا بحاول أهرب منها يمكن الإنسان يشوف الحقيقة رغم أنه نفسيا مش قادر يتقبلها أكيد أنا بدحك على روحي ويا ما بقع سودة قد كده أنا مغطيها وشايفها فلة الآية اللي هي في يعقوبة أربعة سبعتاشر فمن يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل فذلك خطيئة له أنا مثلاً دلوقتي ماشي في جيبي مئة جنيه قابلني واحد مثلاً بيستعطي أنا قادر إن أنا تديله روحت الكنيسة لقيتهم بإلم متبرعات لحاجة معينة أنا قادر إن أنا أدفع لقيت حد مريض محتاج فلوس أنا قادر إن أنا تديله أنا كده هروح ماشي يعني أنا كده قادر طول الوقت لا أنت مش بدروح ماشي أنا كده يعني معي فلوس فأنا قادر إن أنا أعمل خير بس كده أنا مش هلاقي حاجة معي في الآخر ده سؤال جميل جداً بولس لما طلب من المؤمنين يؤطوا قال أعطوا حسب الطاقة وقال ما تعطيش لدرج العوز فنبقى محتاج نجمع لك تبرعات خدت بالك من الفكرة دي يعني أنا ده اللي يكفيني فباخد الباقي وديه لسداد احتياج لو خدت من أزيد هنحتار نجمع لك تبرعات فحنبقى عمليين نجمع تبرعات طول الوقت بعملش حاجة تانية غير نجمع تبرعات فهو في مبدأ هنا للعطاء إن بدي اللي بيفيد مني طبعاً ممكن أول ما خليش ولا عاجة تفضل أشتري بيهم بالباقي كلهم بيبسي كولا يعني أقدر أنا يخليني دايماً لكن دي الأمانة والإخلاص مع نفسي فمش يعرف أن يعمل حسناً معناه تعرف تدي جزمتك نعم أنا ممكن أروح حافي طب وبعدين من عنزل تشتري جزمة فيمكن اشتريه جزمة حسناً ما نديله جزمتي فهنا من يعرف أن يعمل حسناً معناه ربنا بيقول لك اعمل كده انت تعرف فاللي ربنا بيقول لك عليه اعمله مش مجرد نعمل أي حاجة في أي وقت وإلا ده عدم حكمة مش كم؟ ده مش عادة ده حيبقى عندك عوز طول النهار وحنبقى ماشيين وراك نلملم لا انت فوت المايك نروح الناحة التانية حسناً حين موتون أتفضل في تجاهل الآخرين أول سؤال أني أنا بخطف في حق الآخر اعم ولو أنا تكلمت عن حد بالكلام مش كويس ايوة مش هروح أقول لنا تكلمت عنك صح لكن هروح هتكلم مع مجموعة دي يقول لهم صح هاي صلحوا الفكرة دي لكن هما مش يصدقوني هما مين؟ اللي تكلمت معاهم مش يصدقك لما تروحون تانية مرة؟ اه معقول؟ ما هو الطبيعي اللي احنا بنقابله في كل مكان دلوقتي العكس ده هيصدقوك أكتر من أول مرة لأن الغير عادي إن واحد يروح يعتزل يقول ده أنا غلطان واللي قلته ده كذب ويصدق بالعكس مش يصدقوني في أي حاجة تانية أي حاجة نقولها سوى كذب أو صدق ومش يصدقوني فيها تفتكر؟ ولا هيصدقوني قوي بعد كده لأن أنا شخص من نوع مختلف دايما لما بكذب بقول أنا كذبت انت لو عاد عمل معاك الحكاية دي تحترمه أكتر ولا لا؟ مش كده؟ احكيه لقصة واحنا في عدا دي طب كنا علوم بطلوا لسنة دي خالص لغوها لأنه كنا بناخد سنة علوم وعن نخش طب فكنا بدل ما بتشرح بني أدمين بنصرح صرصير وضفادع فده كان ده علم التشريح عنه ففاكر دخلنا المعمل وكان يومها بنشرح صرصار فالصرصير أحجابها مختلفة ففي هنا صغيرة بيبقى صعبة أو وفي هنا بيبقى كبيرة فبتعرف تشرح دم السرصار زي ما انتوا عارفين مش أحمر دمه أبيض فالمهم يعني فمسكنا الدوق السرصار وفردناه وفتحناه وشرحناه وبعدين واحد جنبي صاحبي مش مش مؤمن مسيحي مش مؤمن أو يعني مش مش ما كانش ليف ربنا في الوقت دوت فلاقيت صرصاره أحسن من صرصاري فأنا شعرت في قلبي بإني غيرت منه حسيت أنا يعني هندي شوية أحب اشتغل بإيدي حتى لما تخصصت تخصصت في الجراحة لأن الجزء اللي بستخدم فيها إيدي فحسيت صرصاره أحسن من صرصاري قوي صرصاري مفعص خالص صرصاره واضح الملامح جداً واتبص كده تعرف تشريح على الصرصار أما صرصاري فلو شفته هتكتشف ولا حاجة عن الصرصير المهم يعني فروحت وأنا متضايق هو أحسن مني قعد بصلي في خلوتي وبعدين بحكي لربنا هنشارك الحكاية دي شوية بحكيه عن مشاعري قلتوله أنا ضقت يا رب قال لي اه انتغرت منه قلتوله اه قال لي ايه راك تروح تقول له قلتوله اقول له صرصارك أحسن من صرصاري حسنت في قلبي بعمق اني اروح اقول له حافضح نفسي وحافضح كرمتي واشوى وانا ابنك بقى وبتاع وبتكلم عنك دا بروح اقول انا ماغلطش علن انا مش لازم عمل كده فاهم قصدي انا مش لازم عمل كده بس اعتبر دي الحاجة اللي تبع الاورانين حاجة ربنا بيقول لك اعملها فروحت قلتلو هقول لك حاجة سخيفة جدا وغريبة جدا بس اسمعها مني يعني اممكن متفرش معاك بس هاتفر معايا لو اديتني قد اعا فاقولتلو حصل كذا 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 مبارح وانا حاسيت اني بغير منك وحبيت افضح نفسي عشان اشيل الغيرة دي من قلبي بصلي بزهول قال لي انا لو ما كانك مش هعمل كده انا مش هعمل كده وفجئت انه بدل ما يحتقرني وبدل ما يبصلي التحت انه هو بص روحه لان كل دا بنغير بسمحدش بيروح للتاني يقول له انا بغير منك فاحترمني وصدقني علاقتنا توطدت وبيسق فيها اكتر دول مش قليلين دول الناس دول الناس لعني كلهم نغلط اللي يرفع يدو انا غلط الناس مش بتحتقروا الناس جواه بيحصل ايه بتحترموا لان عمل حاجة هو مش قادر يعملها احنا ده منطق ده اللي بليس بتحبيع علينا عشان يمنعنا نعمل الايه الصح بس لما بنعمل الصح بنكتشف ان الناس بترسلنا كده وتقول انتوا فعلا مختلفين الصديق يسقط بس ايه يقوم ده الفرق الفرق بين اولاد الله مش ان احنا ما بنغلطش فرق بين اولاد الله ان لما بغلط بعمل ايه بول انا اغلط بقوم بنفض عني بحتفظ بفروطي نضيفة بلمع الازاز الوساخة المطر اللي مش عارف ايه انت ماشي وارا عربية وتعارف العربيات تمشي واراها زحف مقدس من الطين بالذات في شوارعنا وتمطر شوية اي عربية تمشي قدامك تلاقي ازا ازاك انت تعمل ايه على طول شغل مساحة شغل مساحة فالطين جاي على كل اللي هيشغل المساحة هيشوف اللي مش هشغل مساحة هيتعمي هيتعمي لما مشغل مساحتي ناس مش هتقول ايه العبيد ده مش كده بالعكس ايه العائل ده اشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة انا عارف ان في اسئلة كتير قوي الناحية دي لسه ما جانلهاش فقفلت على على رقابيكو المرة ده مش على صابعكو لكن الحلقة اللي جاية خلينا نبتدي باسئلة حلقة جاية احنا عايزين نبتدي باسئلة ونسمع ايه الانتباعات المختلفة عن الحلقتين اللي فاتوا دو اللي بيني وبين ربنا اللي بيني وبين الناس عشان نقدر ناخد خطوات عملية في ان نظف قلوبنا من البقع العمياء اللي بتمنعنا اننا نعاين الله الى ان نلتقي في حلقة جديدة عزيزي المشاهد وصلي في قلبي ان ربنا يحفظك ويحفظني ويحفظكم تلاميذ للمسيح امين مجز المسيح في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز اشجعك انك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة تقدر تتفرج عليها ستريمينج تقدر تلاقيها word تقدر تلاقيها كشيت عشان تحلوا وتبعثوا لينا مرة تانية تقدر تلاقيها pdf تقدر تلاقيها powerpoint او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها او تكون للايبود بتاعك او تكون للايفون بتاعك او تكون كمان ويندو ميديا بلاير والسيدي هات الديفيدي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الان فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائك الى ان نلتقي ربنا معك اشتركوا في القناة